أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة طرابها وأن أحترم دستورها وتشريعها رئيس بطعم الثورة هذا ما أثمرت عنه الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية باكورة الثورات العربية في القرن الحادي والعشرين وملهمة الربيع العربي كما يصفها البعض قيس سعيد الرئيس الثاني المنتخب مباشرة من الشعب والخامس بعد ثورة الياسمين والتي تفجرت في كانون الأول من عام 2010 فبعد تصدره الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 18.4% من مجموع الأصوات دخل جولة الإعادة مدعوما بأصوات الشباب والأحزاب بل وبعض المرشحين المنافسين ليحصد أكثر من 72% من أصوات الناخبين الذين شاركوا بانتخابات الداخل والخارج في شبه إجماع على الأكاديمي وأستاذ القانون الدستوري تحديات كبيرة تنتظر الرئيس التونسي الجديد أولها أنه وصل إلى قصر قرطاج منفريدا من غير حزب ولا تكتل سياسي يقف خلفه ويدعمه في المواجهات السياسية التي من المتوقع أن تطفو على السطح في المستقبل بعد انتهاء البلاد من الاستحقاق الانتخابي البرلماني الذي سيسمي رئيس الوزراء ليكون شريكا للرئيس سعيد في السلطة التنفيذية التي يترأسها انتخاب سعيد بالنسبة التي حصل عليها رأها مراقبون توبيخا للنخب السياسية والأحزاب التي فشلت في تحسين مستوى المعيشة واستئصال الفساد وفي خطاب أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان حدد الرئيس قيس سعيد بعضا من ملامح خريطة طريقه فيما يخص حماية الحريات والحفاظ على حقوق المرأة والتخلص من ديون تونس التي تثقل كاهلها ومحاربة الفساد موجها رسالة قوية مفادها بأن لا مجال لعودة تونس لما قبل الثورة أن الحرية التي دفع شعبنا ثمنها غاليا من أجل الوصول إليها وممارستها في إطار الشرعية لن يقدر أحد على سلبه إياها تحت أي ذريعة أو تحت أي مسمى ومن كان يهزو الحنين للعودة إلى الوراء ورغم هذه الحماسة التي تحرك بها ساكن قصر قرطاج الجديد فإن الطريق أمامه لن يكون مفروشا بالورود وتلك الجماهير التي ساندته تنتظر منه الكثير ولن ترضى إلا بإنجازات كبيرة وسريعة تحقق شيئا مما انتظرته من النخب التي خذلتها فهل يملك الرئيس سعيد عصى سحرية لتحقيق ما تروم له تلك الجماهير التي وثقت به وانتخبت ترجمة نانسي قنقر